اليوم رح نفتح ملف جديد نحكي فيه عن أحد أنواع مصادر الأفعال مثل ما تكلمنا سابقا عن مصدر الفعل المسبب اتيرغان فيل ومصدر اديلغان فيل سمنا الفعل المبني للمجهول وشفنا تفاصيله من حيث الاشتقاقات تعقيدات الاشتقاق باللواحق وأيضا تعاملنا معه في الجملة طريقة العمل معه في الجملة من خلال لواحق الحركة كسبنا من خلالهم المصطلحات اللي سمناها الفاعل الحقيقي الفاعل القواعدي بالمسبب كان عندي قوانين المسبب كان دائما هو أحد أشكال الفعل المتعدل باللغة العربية ولكن ليس دائما ما بنسميه الفعل المتعدل بشان ما نوقع بخطأ اللي ممكن بعض شبابنا لعب يشتهدوا بموضوع الشروحات يشرحوه بأنه فاعل متعدل هو حالة تشابه تعادية الفعل باللغة العربية ولكن أنه باللغة التركية ما عندي فعل في اللغة التركية يتعدى إلى مفعولين به دائما يتعدى إلى مفعول به واحد وأيضا أن أي منهاج تركي بيقول غير هذا الكلام بيقول أنه في عندي أفعال باللغة التركية تتعدى لمفعولا به فهذا المنهاج عبيعطي معلومة غلط عمليا وفي هذا الكلام موجود الفعل المبني للمجهول هو أيضا شفنا بالتفصيل أنه طريقة التعامل مع حزف الفاعل الحقيقي والحفاظ على وجود شي سميناء الفاعل القواعدة يلي قابل باللغة العربية مصطلح نائب فاعل نحن لما عم نحكي مصطلحات خاصة بالمنهاج خاصة فينا هدفنا ما نعتبر بأن اللغة التركية هي عبارة عن طبعة عن اللغة العربية أو العكس يعني من شان هيك ابتعدنا عن تسمية مضاف ومضاف إليه عن تسمية أحرف جر ومشابه من تسميات لأجل نتأكد أو نضل حاطين في بالنا بأن كل لغة لها مواصفاتها لها فلسفتها في تشابه ولكن ليس تطابق ما في طباعة من لغة للغة بحثنا اليوم رح يكون موضوع حكينا عنه سابقا بالأمثلة كنت أحكي عنه كتيرا وأنه هذا فعل هذا فعل بحثنا رحكونا عن فعل يسمى في قاموس القواعد يسمى دونشلفين دونشلو مشتق من كلمة دونمك فعل العودة الرجوع الالتفاف الدوران دونشلو بمعنى ذو عودة ذو رجوع ذو التفاف أنا سميته كمصطلح باسم الفعل الانعكاسي فتسمية الفعل الانعكاسي ما لها علاقة بترجمة حرفية بكلمة دونشلو هي عبارة عن تسمية هدفي منها أنا أشرح الفعل من خلال كلمة الانعكاس هذا الهدف منها ترجمة حرفية ممكن تترجم بأنه فعل عائدي فعل دوراني شو ما كان بالنهاية سمينا دونشلفين الفعل الانعكاسي هلأ الانعكاسي شو عم نقصد فيه يعني شو تعريف هذا الفعل بعدين نجي نشوف شو فيه المقابلات باللغة العربية هو فعل نستخدمه في الجملة بهدف نظهر بأنه الفاعل هو نفسه من وقع عليه الفعل هو نفسه المفعول به يعني يعني فاعله ومفعوله به واحد هون رح نحكي عن بعض المصطلحات أيضا شبابنا يلي ملتحقين جديد نحن عملنا كمنهاج عملنا كفريق عمل كطلاب كمدرسين ليس فقط على حالة أخذ الأحرف والكلمات وتعلم اللغة كقواعد فقط هدفنا نحن نغير أو نبتكر طرق جديدة لأجل نحن نعرف كيف نفكر باللغة اللي عم نتعلمها كيف نتعامل مع نفسنا كيف نعامل ذاتنا أثناء تعلم لغة طريقة التفكير باللغة أهمه كتير من طريق التلقي المعلوم أنا كيف أفكر بالمعلومة اللي وصلتني كيف أبرمجها لدماغي وخاصة لمن يعمل بشكل أكاديمي على حالة المقارنة دائما ما بين اللغة العربية أو الإنجليزية إذا عنده هو اللغة الإنجليزية واللغة التركية بالنسبة هي حاليا اللغة الهدف كلمة فاعل لا نقصد بها لا باللغة العربية ولا باللغة التركية كلمة أزنة يقابلها لا يقصد بها دائما الفاعل بمعنى الإنسان الكائن الحي ذو العقل ذو الإرادة نجي على اللغة العربية مصطلح كلمة فاعل لما نستخدمه في مجال القضاء كلمة الفاعل في القضاء تاخد معنى كلمة القائم بالفعل حقيقة المجرم السارق فكلمة فاعل خارج نطاق قواعد اللغة في اللغة العربية حاليا تاخد معنى فعلا من قام بالفعل لكن كمصطلح لغوي بنحو اللغة العربية كلمة فاعل لا تدل دائما على من قام بالفعل بإرادته هذا الكلام باللغة التركية ما اختاروا نفس الكلمة عندنا كلمة الفاعل اللي قام بالفعل يعني الفاعل الحقيقي في اللغة التركية يسمى فايل من العربي من كلمة فاعل أو كلمة يابان القائم بالفعل هنا جايب على وزن اسم الفاعل يعني كلمة أزن هي اللي استخدمت بقواعد اللغة لتنوب على دلالة الفاعل لتدل على الفاعل أو على المبتدأ فهي كلمة أزن لا تدل بالمعنى الحرفي حصرا على الشخص الذي قام بالفعل أو الطرف الذي قام الفعل هي مصطلح قواعدي نحن حكينا بأنه الجملة في اللغة التركية الجملة القواعدية الجملة الفعلية القواعدية فيها دائما فعل وفيها فاعل إضافة إلى ما سمناهن العناصر المتممة اللي هو كل أشكاله المفعول به توجه خروب شو ما كان أشكاله فكلمة فاعل بمعنى أزنه لما عم نقولها مع نصد حصرا إنسان ممكن الفاعل في الجملة يكون كائن جماد يكون شيء جماد يكون شيء وهمي ممكن يكون القلب ممكن يكون الكتاب فاعل ممكن يكون السعادة تكون فاعل المرض يكون فاعل ممكن يكون الإنسان هو فاعل فكلمة فاعل ما بدنا نربطها يعني كلمة أزنه ما بدنا نربطها حصرا بأنه الشخص الذي قام بالفعل هذا كلام نعطي مثال سريع عليه بالعربي وبالتركي لما أقول أنا ناخد فاعل ونفعل الاحتراق احترقت الغابات هالجملة هاي هون من الفاعل الحقيقي يعني من قائم بفعل الحرق عمليا لا يوجد في الجملة ولكن الجملة كاملة لأنه أنا استخدمت نوع فعل فعل الاحتراق استخدمت نوع فعل بيدل على بأنه الغابات هي ذاتها التي وقع عليها فعل الاحتراق وهي نفس إخذة احترقت إخذة ما يسمى تأنيس الساكنة تأ الفاعل عمليا فالغابات في هالجملة هاي باللغة العربية هي الفاعل في الجملة باللغة التركية أيضا عندي نفس المبدأ رحكون عندي فعل الاحتراق باللغة التركية أيضا بهالجملة هاي ما عم نذكر في جملة القائم بفعل الحرق نحن عم نذكر الذي حصل عليه فعل الاحتراق لكن قواعديا عملنا معاملة فاعل يعني لا ضفنا له لاحقة حركة مفعول به توجه خروج اتواجد واتعملنا معامل في الجملة لأنه هو الفاعل القواعدي في الجملة هنا نجي هلأ نوصل الكلام نحكي كلمات دائما أيضا بعض المصالحات اللي بتلزمنا كلمة عنصر مخلوق في القاموس كصفة أو مخلوق في القاموس كظرف أو مخلوق في القاموس كفعل متعدي أو كفعل لازم كلمة مخلوق بالقاموس شو عم نقصد يعني هي القطعة الأولى من جنس الفعل من جنس الكلمة لم تشتق من كلمة أخرى أيضا ناخد مثال من العربي نسقطه على اللغة التركية عندنا ونفرض فعل التغيير التغيير هو في اللغة العربية ليس فعل أصلي هو مشتق من فعل التغير يعني أصله التغير اشتقينا منه التغير صنعنا منه فعل متعدي باللغة العربية عني فعل الغرق باللغة العربية الغرق هو عبارة عن فعل أصلي لم يشتق من فعل آخر من كلمة غريقة أو غرقة فعل الغرق بالعربي مين يكون فاعله إذا نجيبه ندخله في جملة غرقت السفينة أو غرقة السفينة هنا السفينة ضمت الفاعل هي الفاعل في الجملة مع أنه السفينة ما قررت تغرق بذاتها ما هي اللي قامت بفعل الغرق هي من حصل عليها فعل الغرق ولكن هي مخلوقة في القاموس فعل الغرق مخلوق بالقاموس كفعل يسمى بمصطلحنا كلمة انعكاس بالعربي شو سمونا يا أنا ما بتذكر بمناهج اللغة العربية في حال إذا كان أخذنا سابقا إذا في تسمية لهذا النوع من الأفعال أكيد فيه ولكن بالضبط شو هي ماني منذكر ممكن شبابنا مختصر اللغة العربية يساعدون بهذا المجال فغرقت أو غرقت السفينة هنا السفينة هي الفاعل قواعديا في الجملة الفاعل الحقيقي غير ظاهر لما نقول عنصر خلقة في القاموس كصفة مثل كلمة جزال شيركين زور كولاي كلمات كلمة جزال لم تأخذ من كلمة أخرى في اللغة التركية هي جزال أصل الكلمة يتم اشتقاق كلمات منها بعدين كلمة جزال لك حالة الجمال كلمة جزال لشترمك ومشابه من تعابير تاني نفس العمل مع كولاي زور ومشابه هدول عناصر خلقة صفات عندي عناصر خلقة ظروف زمان في الجملة مثل كلمة يارن يارن لم تشتق من كلمة أخرى كلمة غدا الدين البارحة لم تشتق من كلمة أخرى ولكن بعدين تعرفنا على قواعد جديدة باللغة التركية اشتقينا من خلالها ظروف زمان صفتنا 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 ص هدفي منها لما تسبتوها عنكم هدفي نحن نطور طريقة تفكين باللغة نصير لما نكون منعزلين عن اللغة عن الدرس يعني خارج أوقات الدرس لما نتكلم عربي لما نتكلم تركي انجليزي نحن لحالنا نفكر بدماغنا بنوع الكلمة ونحللها في ذهننا ونبقى موجودين عبارة وكأنه عبارة عن مساعد مدرس نفسنا أو مدرس لنفسنا نوصل نفسنا خطوة خطوة إلى طريقة التفكير السليم بالتعامل مع اللغات عدم العمل على الحالة الببغائية حالة الحفظة الببغائية لما أناقش لغة أكتر بشعر بالثقة أكتر بركب بذهني جمل أحاول ألاقي التصاريف أغير ألعب بنوع الجملة أغير المعنى هذا التدريب الزاتي هو بحد ذاته عبارة عن أهم من الدرس بذاته حتى ما بعد الدرس نحتاج إلى هذا التدريب الزاتي لازم نبقى نحافظ عليه دائما نرجع على موضوعنا حاليا الفعل الإنعكاسي شبابنا دونوشرفين عبارة عن موضوع نوعا ما معقد شوي معقد لأنه قلوه أكتر من شكل الفعل الإنعكاسي وكل شكل من الأشكال رح نحكي عنه على هداء رح نقسم البحث تبعنا إلى ثلاث أقسام على الأغلب القسم الأول نحكي فيه اليوم حاليا عن الشكل الأساسي للفعل الإنعكاسي وبعدين نحكي عن أشكال أخرى الفعل الإنعكاسي ما عدتشو أنه هو الفعل الذي الفاعل نفسه هو من وقع عليه الفعل يعني غالبا معناها بيكون الفعل الإنعكاسي غالبا فعل لا إرادة يحصل غالبا مدائما دون إرادة الفاعل مثل فعل الغرق فعل السقوط سقط القلم أو سقطت على الأرض سقط القلم القلم سقط وقع هو الفاعل صار مع أنه ما هو حقيقة فهو لم يقرر السقوط وأنا سقطت على الأرض أيضا أنا الفاعل في الجملة لكن أنا ما سقطت بإرادتي حالة السقوط بلا إرادة فغالبا بيكون فعل الإنعكاسي فعل لا إرادة هاي أيضا نقطة نحطها في ذاكرتنا مشان لما نشتغل على الموضوع نفكر فيها أشكال الفعل الإنعكاسي في اللغة التركية لنا أربعة رح نشتغل على الشكل الأول هو الفعل الذي يخلق في القاموس كفعل إنعكاسي يعني دون ما يكون مشتق من أي فعل آخر جاي مباشرة قالب فعل إنعكاسي يتم اشتقاق منه بعدين من ضفله لواحق الفعل المسبب يصنعنا فعل متعدة ثم نضيف إلى لاحقة مسبب آخر تصنعنا الفعل المسبب يعني الفعل الإنعكاسي لكي يوصل إلى مرحلة المسبب رح يحتاج على الأقل إلى لاحقتين فعل مسبب لأجل يصنع عندي حالة مسبب هذا كلام رح نشوفه سوى مع بعض شو عم نقصد بكلمات خلقت بالقاموس كفعل إنعكاسي بالعربي عندي فعل الغرق هو خلق في قاموس اللغة العربية مخلوق فعل إنعكاسي باللغة التركية عندي أيضا رح نشتغل اليوم على مجموعة أمثلة وأحكي بعض الجمل الشفاهية ما رح نكتبها بالعربي وبالتركي مشان نقارن على طريقة نحن كيف نفهم القاموس لأنه أغلب مثل ما حكينا سابقا قواميس الترجمة المشتغل المعمولة تركي عربي عربي تركي الكتابية المكتوبة والديجيتال الموجودة على الإنترنت نسبة صح فيها لا يتجاوز الخمسين بالمئة قواميس ضعيفة جدا لا يؤمن لها ولكن بداية مثل ما حكينا نحن مما قبل مرحلتنا مرحلة الآيكي كنا مضطرين نتعامل معاهم لأنه ما في عنا خيارتان هلا في مرحلة البيبير بدأنا انتقلنا إلى حالة التعامل مع القاموس التركي تركي 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 موضوع 100% رح يكون صحيح لأنه القاموس تركي في تركيا دائما يشرف عليه من قبل مجلس اللغة التركية يعني ما في مجال شركة خاصة تصنع قاموس بدون ما تاخذ بالنهاية التدقيق مجلس اللغة التركية تركي تركي تريكو رومو لما هي تعطي ترخيص لحتى يقدر يصنع قاموس فعنا مرجع قاموس تركي تركي رح يكون بالنسبة انه هو الحل المناسب ان كان ديجيتال على الانترنت او تطبيق حتى موجود او ان كان عبارة عن قاموس كتابي رح تسألوني شو اسم القاموس انتو كتبوا تركي سوز له خلصت الحكاية رح يعطيكم مجموعة خيارات نزلوا اول خيار بطلع عمامكم على الموبايل هو عبارة عن القاموس التركي تركي المطلوب ما رح حكي حالين اسماء قاموس فان نعم نعمل دعايات ترويجية الى مجموعة القاموس نحكي بعض الامثلة ونشتغل هجوم الهدورسة مع بعض شبابنا عنا اول مثال الفعل حكينا عن فعل السقوط نحكي عنه ايضا فعل السقوط صار شفنا كتير حكينا عنه دائما بكل الازمينة الفاعل شو ما كان يكون دائما هو فعل يدل على انه فعل السقوط الوقوع حصلا على الفاعل اللي هو نحكي عنه ايضا كلمة على الساقط نفسه يعني على الواقع نفسه فلم قولنا هون سقط القلم من يدي كلام اليمدان دوشته هون الفاعل هو كلام عملي طيب دوشمك فعل اخر عن الفعل يانمك حكينا عنه ايضا يانمك فعل الاحتراق باللغة التركية يانمك لم يشتق من فعل اخر بالقاموس اساسا هو فعل انعكاسي يانمك الاحتراق ايضا هون الفاعل بيكون الشيء المحترق او الشخص المحترق او المكان المحترق يعني ديبو يانمشط ديبو يانمشط ديبو الخزان او السميناء المستوضع يانمشت كان محترقا كان مشتاعلا او الشك للاريا يان الانارة اشتعالت او محترقت اشتعلت يعني يانمك الاشتعال او الاحتراق يحصل الفعل على الجسم المحترق بذاته وهو نفسه ياخد دور الفاعل في الجملة قواعدية يعني ما منضيف إلي لأحقة مفعول به أيضا عندي مثلا الفعل كورومك كورومك هو فعل من سميه بالعربي هون موضوع الترجمات أيضا رجزوا علي سميه فعل اليبسان النشفان كيف نسميه؟ يعني لما أنا جسم بيكون مبلل أضعه تحت الشمس لمدة ساعة ساعتين ينشف فهون صار عندي شي يسموه؟ مثلا جاكيت كورودو جاكيت كورودو الجاكيت المعطف دشف جفة يعني فعل الجفاف نعم فعل أيضا هو فعل بالقاموس مخلوق كفعل النعكاسي يشتق منه بعدين مثلا هذا الفعل يشتق منه فعل كوروتمك كوروتمك صار التجفيف التنشيف كوروتمك بان جاكيتمي كوروتم بان الفاعل جاكيتمي كوروتم أنا نشفت جاكيت و جاكيتم كورودو جاكيت نشف كل فعل تغيرت شكل الجملة معه كورودو فورا جاكيت صار الفاعل ما ضفت سحب منه لاحقت مفعول به كوروتمك صرت أنا الفاعل كوروتم وجاكيت صار هون جاكيتمي مفعول به مثال آخر على فعل أيضا دومك 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 فعل الولادة فعل الولادة بالعربي لما صرفوا إلى زمن ولدوا يولدوا بياخد دور المبني المجهول باللغة العربية باللغة التركية فعل دومك فعل مخلوق بالقاموس كفعل النعكاسي فعل الولادة وأيضا بالنسبة للشمس هو فعل الشروق نعم أنا ولدت في العام 2000 هون أنا ملي فاعل أنا ما قررت أني أنا أولد لكن حصل فعل الولادة علي أنا من أتيت للدنيا فهون أنا في قاموس القواعد أنا يعتبر الفاعل حتى بالعربي ولدته تاء الفاعل وأيضا هون ضوضم مي لحق ضمير الشخصي الدالة على الفاعل فكلمة فاعل عم نخصد بالمعنى العنصر اللي نحن بقواعد اللغة العربية أو التركية عم نعطيه دلالة فاعل نحق سميناها ضمير شخصي باللغة التركية أو أحرف الدالة على الفاعل في اللغة العربية هلأ رح نعمل فاصل صغير هيك أخذ شوية نفس ونرجع نكمل مع القسم الثاني نشتغل أمثلة أيضا وافية على نفس الموضوع خلونا نكمل كمان معه أمثلة بنفس الموضوع مثل ما عندي حكينا عن ضومك عنا فعل أولمك أيضا أولمك في القاموس هو مخلوق فعل أولمك مهوم مشتق من فعل آخر فعل الموت أيضا الفاعل تبعه يعني إذا نحن نتعامل معه في الجملة كفاعل أولدم أولدك أو بابام مات فلان أو أنا متت طبعا متت حتى مستخدم المهنة المجازة فعل الموت أيضا الفاعل تبعه هو الشخص المتوفى يعني الشخص اللي حصلت عليه حالة الوفاة ومع ذلك في الجملة نتعامل معه كحالة فاعل منه نشتغل فعل أولدرمك فعل المسبب فعل القتل ومنه عندي بعدين أولدرلمك فعل قتلة رحصل عندي هون فرق بقى هون أولمك فعل الموت أولدرلمك فعل أن يتم القتل بمعنى فعل قتلة في الماضي أو يقتل في الحاضر وما شابه أيضا معناها أولمك فعل انعكاسي يعني دلالته هذا الكلام شو عبي فيدني على هكذا حاليا الأفعال حطيناها أفعال نحن نفكرين فيها ومعدي معانا سابقا رح يفيدنا هذا الكلام بأنه أنا أعرف أستخدم لواحق حركة يعني نحن أهم نقطة إلى الآن عم نواجه فيها مشاكل بأنه شولهية لحقة الحركة المناسبة بالنسبة للفعل لما نظن نقول إنه هذا الفعل شو بياخد هذا الفعل شو بياخد هذا كلام يلي لا نحن بالعربي سابقا مشتغلين عليه قبل ما نكون موجودين مع بعض من الدورة ولا بمناهج تعليم اللغة التركية أيضا مركز عليه لأنه الإنسان التركي بالفطرة هدول متعود عليهم مثل ما نحن بالفطرة نتعامل معه أحرف الجر اذهب إلى العمل ما حدا فينا بيقول أذهب على العمل أذهب في العمل إلى العمل ما عنا سبب واضح لكلمة إلى العمل ليش عم نحطها يعني نفس العمل معه أفعال تاني عنا الفعل صول مك صول مك صول مك ما لها علاقة بصول حلفنا صار مليون يمين الاسم لما بتشابه مع الفعل مع جزر الفعل ما له علاقة بالاسم أبدا ولا بالفعل ما في بناتهم علاقة معنا نسبة الواحد بالمية الحالات الخاصة صول هي الاسار صول مك هو فعل الزبول الزبهتان يعني كيف لنسمي يعني أتركوا مثال لما أول أنا ذبولت الأزهار أنا ben evden çıkmadan önce çiçekleri sulamadım ya da sulamayı unuttum sulamak نسيت اني أسقي الأزهار eve dönünce baktım çiçekler solmuştu كانت الأزهار قد ذبولت الفاعل فيه هوني چيçekلار الأزهار ذبولت چيçekلار صلو ذيع سنين رنجين solmuş يعني لونك بهتان يعني وجهك شاحب فينا نسمي أو جاكتي من رنجي soldu لون جاكتي بهت أصبح باهتا أصبح شاحبا فصلمك الفاعل تابعه هو العنصر اللي حصل عليه فاعل الزبول أو البهتان أفعال كتيرة أيضا ناخذ أمثلة تانية مثلا عننا الفاعل bitmek نعرفه سابقا bitmek فاعل الانتهاء وليس الانهاء عم نشتق منه الفاعل المسبب اللي عبصير متعدي يعني bitirmek فاعل الانهاء ونشتق منه فاعل مسبب آخر يعني نضيفه للاحقة مسبب آخر bitirtmek bitirtmek صار عندي رباعي bitirtmek شو صار معنى أنه مو هو أنهى هو دفع أحدهم للانهاء يعني المدير جعل المدرس ينهي الدرس حكينا هالجملة سابقا فون صار عندي bitirtmek عنا فاعل جديد أيضا ما عدى معانا سابقا فاعل dinmek أو عدى معانا مرة يمكن سابقا dinmek فاعل السكون الهدوء أحد مرادفات ساكن لشمك ويطشمك أيضا عندي نفس المعنى dinmek فاعل السكون يعني فرطنة بارده فرطنة بصباح دين دي فرطنة بصباح دين دي العاصفة هدأت هذا الصباح هي التي هدأت مو بإرادتها هي عاصفة لا إرادة ولكن فاعل dinmek يعامل الشيء الهادئ يعامل على أساس هو فاعل أيضا عندي أفعال متل نتذكر تالي عندنا كان أفعال اللي شفناها حالات خاصة بحالة الفعل المسبب فاعل بيشمك إنه ليس الطبخ بيشمك بيشمك هو فعل الانطباخ الاستواء على النار وضعت أي أكل على النار الأكل استوت الأكل انطبخت يمك بيشته هنا بان بيشيردم أنا طبخت الأكل أما يمك بيشته هي الفاعل يمك نصبب شفناها يكسال مك فعل هو مشتق بطريقة ما من كلمة يكسك ولكن شكله بالقاموس جاي فعل بهل شكل هاد يكسال مك فعل الارتفاع من تلقاء نفسه عنا فعل أظالمك أظالمك من كلمة أز مشتق ولكن يعتبر قالب في الجملة في المصدر في القاموس أيضا أظالمك فعل انخفاض العدد القلة ليس التقليل القلة التقليل كان أظالتمك نضيف ت إلى نهاية الليل أظالمك لم يقول أنا قلت أخينا أعتبر قل عدد السياح في العوام الماضية هنا اللي قل هون هو عدد السياح الفاعل بهالجملة هاي القواعدين هو عدد السياح لأن الفاعل عنا هون أظل الجائحة جائحة كورونا قللت عدد السياح فرضا هون مفعول به أظل أصدفنا هون لحق التحديد المفعول به لأجل أستخدم فعل أظل أبين بأنه في فاعل هو الجائحة قللت عدد السياح اللي هو هون صار المفعول به أفعال أخرى تنتهي بالحرف ر أيضا رح تشوف عنا فعل يشارمك يشارمك من كلمة يشيل عمليا مشتقلين من بعض يشارمك فعل الأخضرار يخضر من نفسه ليس التخضير الأخضرار من تلقاء نفسه مسلا بلدية رح تعمل اعلان نفسه عملت مشروع في منطقه ما فرح تقول تالي بوا تleich كلمة Thanks يشارمك بوا تشارمك بوا تشارمك بفضل مشروع هذا بول جه يشارمك بلدية رлы ستخضر من تلقاء ستصبح خضراء هنا يشارتمك مع الته يعني ذهبري صار الآتخضير لما نحنا رح نخضر المنطقة ممكن يحق يا تالي بيز بو بروجيلة بولغي يشارتجاز بيز صار الفاعل بو بروجيلة بواسطة هذا المشروع بولغي مفعول به يشارتجاز يشارتمك صارنا نحن الفاعل يشارمك صارت بولغة هي الفاعل استغنينا عن لاحق التحديد المفعول به أيضا أعطيكم مثال على فاعل آخر نحن منعرفه بالشكل نحن منعرفه كانضرمك كانضرمك فعل الخداع الغش هو أساسا هالضر هي لاحقة الفاعل المسبب نستغني عنها بقي عندي فاعل اسمه كانمك كانمك كلمة كان كلمة دم بس كانمك هو ما علاقة بالدم كانمك هو فاعل الانخداع لما أنا انخدعت فيك أنا انغريت فيك يعني مو أنت خدعتني مو خدعت من قبلك أنا كنت تتكلم أن أتعرفت عليك عرفت شفت تصرفاتك عن بعد أعرفك فانخدعت بيك هون كانمك بيأخذ باللغة التركية توجه بان صنا كانضم بان صنا كانضم بان صنا كانضم أنا انخدعت فيك بالعلم نحن نقول أو انخدعت بيك تركي بيعطيه توجه بالمقابل شوفوا عندي فاعل التاني ليشابغه بالشكل مو كانمك عنا فاعل كانمك 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 مشتق بطريقة ما من كلمة كان الدم كانمك هو فاعل النزف النزيف لم أقول أنا نزف أنفي هون نزف أنفي مين الفاعل يعني مين اللي خلي أنفي ينزف ما في حدا أنفي هو الذي نزف من تلقاء نفسه فهون عندي أيضا فاعل جملة لحصير بورنوم بورنوم الفاعل هو بورنوم ما رحقول بورنوم لأنه هو من نزف لكن أقول أنا التالي فلان شخص بدي أشكي أنا الطالب صف أول في المدرسة بدي أشتكي على زميلة قلنا نعتبر زميلة اسمه إبراهيم إبراهيم أنزف أنفي أدمى أنفي يعني إبراهيم صار الفاعل بورنوم مفعول به كانت ضفنا له ت لاحقق المسبب إبراهيم بورنوم كانت هون إبراهيم نزف أو أدمى أنفي أمسي لكتير يعني بهالشكل هذا نفكر بالموضوع بأنه الفاعل ليس حصرا يكون زوء إرادة رح يصادفنا أفعال مخلوقة بالقاموس كفعل عكاسي لكن شكلها بيوحي أنه هي مشتقة من أفعال أخرى نعطيها الكم مثال أيضا مشان ننهي جلسة اليوم القسم الأول عنا فعل ديشمك شفناه سعبقا حكينا عنه ديشمك فعل التغير يوحينا أنه في رباعشة لاحقا وكلمة فعل ديمك أحد معاني ديمك هو فعل الملامسة الملامسة عن بعد بهالشكل هات الملامسة نعم ديشمك فعل التغير وليس التغيير ديشمك فعل عكاسي حياتنا تغيرت بعد الحرب سavaşتان sonra حياتمز ديشت حياتمز هي الفاعل ساري ديشت ديشتر لما قلنا هون الحرب غيارت حياتنا سavaş حياتمز مفعول به ديشتر الحرب غيارت حياتنا عنا ديشمك عنا أيضا جلشمك جلشمك أيضا هو رباعشة مع فعل غالمك شكلا هيك بيوحينا وكأنه فعل غالمك المجي بس هون غيرشمك بياخذ معنا فعل التطور النموم أيضا هون خينا اعتبر اقتصاد بلدنا تطور كثيرا مثلا من الفاعل هون تطور الوضع الاقتصادي في بلدنا فالوضع الاقتصادي هو صار الفعل الذي قام بفعل التطور عندي أيضا فعل ثاني اسمه شفنا سابقا شكلا يوحينا هو مشتق من فعل تقريبا مشتق منه لكن ياخذ معنا فعل التكون التشكل ولمك يكون يصبح ولمك فعل التكون التشكل وعند آخر مثال نعطيه درس اليوم فعل شكلا من كلمة العودة أخذ معنا فعل التحول صنعنا منه حالة التحويل حالة تحول من وإلى هذا بالنسبة لأول نقطة في أمثلة كتير عنده أيضا عملو عصر لدماغ حاولوا تشوفوا شوفوا عندي أفعال إنعكاسية مخلوقة في القاموس كفعل إنعكاسي اكتبوهن على طرف اشتغلوا عليهم حتى مثل ما حكينا سابقا بالتعليقات كلمات كلمات شكر كلمات المديح كلمات ثناء لألنا وللفريق بالكامل شكرا لكم على كل هالكلام طلابنا بالأكاديمية أساسا ما لكم القصرين عم نشتغل سوا مع بعض أتمنى لكن كعائلة أكاديمية اللغة التركية تورك على اليوتيوب وفريق العمل طلابنا المدين معنا أتمنى بإنه نحول موضوع مفهوم التعليقات مو فقط إلى كلمة شكر كل إنسان بيحب يشكر على عمله بيحب يشكر على شيء جميل عبي قدمه أو حتى لو قدم شيء سخيف بيحب يشكر عليه لكن أتمنى نحول قسم التعليقات إلى حالة دراسية حالة استفادة أكتر خلي نغير نظرتنا نغير نظرة الناس إلى حالة وسائل تواصل يعني المحتوى عب يكون مشترك ما بين طلاب الأكاديمية كمحتوى نظري وأيضا مشاهدي اليوتيوب ما يقدم ليس بهدف اليوتيوب فما تعتبروا حالكم عب تشاهدوا قناة يوتيوب عب تقدم الدروس حصولا على اللايكات والتعليقات لكن بقسم التعليقات لما نتشارك مع بعض بأفكار ومعلومات وجمل وأمثلة هذا الشيء يجعلنا نحن نتابع أكتر معكم وخلي أيضا تكون استفادة جماعية أكتر يعني أي شخص حضر الدرس يصير عنده شغل يشوف عمل إضافي من الطلاب أخطاء تصحح وموصح نقاشات تصير حيث أنه تكون موضوع الاستفادة تكون أكبر من حالة فقط مشاهدة الدرس كعنصر باسيف عنصر اتكالي فقط متلقي خينا ننهي جلستنا عند هالنقطة هاي نلقاكم بخير في القسم القادم